وجوش أغلو بيسموه اللص الكردي أبوه بيسموه اللص الكردي أبوه كان شغال حرامي وسليمان سويلو بيسموه السمصار في كل شيء حتى المبادئ والأخلاق والعقارات الاتنين اتفقوا على أنه هذا الرجل هو الذي ساهم وساعد وخطط ونفز ومول كل ما يجري داخل تركيا الليرة التركية انخفضت أمام الدولار بفعل من أفعال محمد دحلان وأنه الجيش التركي والخلافة الذي حدث والتصدق الذي حدث داخل الحزب بفعل محمد دحلان والله أنا بقول عن نفسي لو كان محمد دحلان يستطيع أن يفعل هذه الأفعيل لا استحق أن يحكم تركيا بدلا من أردغان لصار أردغان هو ركوبة يركب محمد دحلان ده 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 اللي بيقولوا مين مش أنا بوزير الداخلية التركي وزير الخارجية التركي بيكلموا على واحد بيحمل قضية اسمها القضية الفلسطينية اللي نسيتها أردغان ونسيتها تركيا وبيتاجر بها بس أردغان واللي كنا من شواء بنتكلم على عزم بشارة كيف باع القضية من الأساس لكن احنا تركيا وأردغان بيستهدف هذا الاستهداف نتيجة حاجات معينة هنقدر نعرضها دلوقتي ترجمة نانسي قنقر